شيء ثاني المسيح بيتميز مش بس في اسمه بيتميز في طبيعته لاحظ لاحظ الكلمات في نرجع على بشارة متى مكتوب في الاصحاح الاول يدعى اسمه يسوع او تسمينه فستلد ابن وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كل لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتالد ابن ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا فاذا اذا كان الاسم عجيب فالمسيح عجيب في طبيعته فهنا يتكلم احبائي وهذا شيء مش سري اعلان بقول عم نئيل الله معنا وهذه الاية بترجع للعهد القديم وعلى فكرة الايات اللي انا بذكرها لا يوجد اي معاندة او اي مناقضة لأي يهودي بحسب طبعا التفسير اليهودية هذه كلها تطبق على المسيح على المسيح فاذا في كل الدراسات اليهودية فيها لخاء والدراسات الاخرى بحسب علماء اليهود الكبار انه هاي الاشياء الايات اللي راح اذكرها لا تنطبق الا على يسوع المسيح مثل سفر الامثال اللي قرأته ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت بعدين يتكلم عن قوة وحي الكتاب لا تزد على كلماته لانه هذا امر الهي لا فيك تنقص ولا فيك تزيد ولا فيك تضيف نبي ولا اي شيء اخر لانه امام هذا الاعلان كل ما يحدث مستقبلا بطريقة غير الفكر الكتابي يعتبر هرطقة يعتبر ضد كلمة الله وضد الكتاب المقدس لكن لاحظ عم نويل هذه الاية مسكورة احبائي في اشعية صح 7 والاية 14 النبي اشعياء بيكلم ملك ملك شرير ملك احاز وصل درجة الشرف في انه حتى اجاز ابنه للآلهة الوثنية في النار وبعدين الله بتعامل معاه بقول له اطلب آية عمق طلبتك يعني اسأل اطلب اشي قال لا انا مش رح اجرب الرب قال له كتير عليك عم بتروحه في الاصحة 8 للمشقشقين والسحرة والعرفين تطلبوا منهم اطلب من الرب الهك لكن طيب انت خلينا انا اللي رح اعطيك الآية فالمسيح آية قال السيد الرب نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتالدوا ابنا ويدعون اسمه وتدعو اسمه عم نوئيل الذي تفسيره بحسب متى الذي تفسيره الله معنا وعشان وعشان انه نشك في الامر نقول اشعياء انه يمكن اجا ولد ولا احاز بروح بيتكلم بنفس النبوة في اشعية 8 وبيتكلم انه يعني كل الارض اللي هي الاراضي المقدسة ارض عم ما نقيل ارض عم ما نقيل فاذن ما كانتش ارض لا احاز ولا اشعياء ولا ابنه لانه واضح انه بيتكلم عن النبي انه دخل على النبي زوجة اشعياء وخلف منها فواضح انه نبوة عن يسوع عم ما نقيل ولكن مع الاية يقول هالعذراء علماء شابة غير متزوجة في اليوناني بارثينوس الترجمة السبعينية بارثينون هذه العذراء لم تعرف رجلا وهذا تطبيق لكلام مريم ويوسف يوسف اللي شك في الموضوع قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لان الذي حبل به فيه هو من الروح القدس وعندما سألت القديسة المطوبة مريم العذراء بعقلانية هي عارف الامر غريب على العدات والتقاليد فقالت للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا اجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فاذا كل الموضوع ولادي متميزة ولادة عجيبة ولادة فريدة ولادة واحد من نوع فالمسيح مولود غير مخلوق فاذا هنا حبائي بتشوف انه عجيب في طبيعته هذا الذي حبل به فيها من الروح القدس انها كانت ولادة عذراوية وهذه الولادة تمت عن طريق التجسد الالهي يعني كان فيه ظهورات للمسيح في العهد القديم ولكن هون في التجسد ابتلأت في زرع من الروح القدس في احشاء مريم بدون اي بشر فاذا يعني حبلت تسع شهور وولدت وفي اليوم الثامن اختتنا يسوع المسيح بحسب العدات اليهودية وسمي يسوع في اليوم الثامن بحسب التقاليد اليهودية وهكذا شريعة التطهير بعد اربعين يوم للمذكر او للذكر وهكذا بتشوف انه يسوع ولد تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فواضح انه هنا طبيعة عجيبة المولود يسوع من القديسة مريم هو الله معنا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما ايضا يعني اشترك تعاطف مع جسم بشريتنا حتى يقوم بعمل الفداء الكامل فاذا منشوف هون احبائي اي واضحة انه حتى اليهود لا يستطيعوا ان يعارضوها انه المسيح هو عمانوئيل الله معنا وهذا كلام الرب يسوع المسيح حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة اكون في الوسط وعندما اعطى المأموري العظمى قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر فرسالة الميلاد احبائي عجيبة لانه الله معنا